وللمزيد بشأن المساعدات وأيضا المواد الإغاثية التي تصل طبعا من العريش إلى معبر رفح في طريقها لقطع غزة ينضم إلينا مراسل التليفزيون المصري كريم بيبرس كريم ما الجديد لديك عن قوافل المساعدات والشاحنات تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين بالفعل لم يتوقف معبر رفح المصري عن استقبال المساعدات المختلفة سواء التي تأتي من داخل جمهورية مصر العربية أو التي تأتي من الخارج عن طريق مطار العريش الدولي ذكرتم منذ قليلة طائرة 18 من الجسر الجوي لدولة الكويت الذي استمر إلى مقرب أكثر من 10 أو 12 يوما حتى الآن أيضا بجانب وصول الطائرة الكويتية وصلت أيضا طائرة سعودية ضمن أيضا الجسر الجوي الذي أعلنت عنه السعودية منذ عدة أيام هذه المساعدات تم نقلها بالفعل وجزء منها مازال العمل على نقلها جاري الآن عن طريق الشاحنات المختلفة لتتحرك نحو المخازن هنا في مدينة العريش وبعد ذلك تنطلق نحو معبر رفح المصري أما من أمام بوابة معبر رفح المصري نتحدث عن عدد كبير من الشاحنات جاري العمل على تجهيز 70 شاحنة بالفعل من المواد الغذائية والمسترزمات الطبية ولكن التركيز أكثر على شاحنات المياه نظرا لشح المياه هناك في قطاع غزة وأيضا بالإضافة لذلك يأتي بعدها مباشرة المسترزمات الطبية والأدوية خصوصا بعد هذا الاعتداء الغشم والمتواصل على المستشفيات المختلفة من قوات الاحتلال في قطاع غزة حيث خرج عدد كبير من المستشفيات عن الخدمة تماما أكثر من 20 مستشفى بالفعل خرجوا من أصل 35 مستشفى ومن أهمهم بالطبع مستشفى القدس والمستشفى الاندونيسي نتحدث أيضا بالإضافة لذلك عن عدد من مزدوج الجنسية الذين خرجوا اليوم من بوابة معبر رفح المصرية وبذلك تخطى عدد مزدوج الجنسية أكثر من ألف مزدوجة الجنسية من الجانب الآخر واستقبلتهم ممثلي السفارات المختلفة أمام معبر رفح المصري وتم نقلهم إما للفنادق هنا في مدية العريش تأهيلا لنقلهم بعد ذلك إلى بلادهم أو حتحركوا مباشرة على بلادهم عبر بوابة معبر رفح المصرية بهذه الأرقام نتحدث عن أكثر من 7 ألاف طن تقريبا من المساعدات المختلفة خرجة فقط من الدولة المصرية والشعب المصري إلى الأشقاء في فلسطين حسب الهلال الأحمر الفلسطيني ونتحدث أيضا عن إجمالي 11 ألف طن مقسمين من دول العالم ومصر توصلت ل7 ألاف طن بالإضافة لذلك أيضا المصابين الذين دخلوا إلى المستشفى المختلفة جاري العمل على علاجهم وخرجوا أيضا جزء منهم بعد أن تم إجراء العمليات الدقيقة لهم تحولوا إلى دار الاستشفاء كانت قد حددتها محافظة شمال سيناء لرعايتهم بعد خروجهم من العمليات والمستشفيات الرئيسية لكن حتى الآن لم يعود أي من المصابين الأشقاء في فلسطين إلى الأراضي الفلسطينية نتحدث أيضا عن استفاف كبير لسائرات الإسعاف ما زال أمام معبر رفح المصري في انتظار أيضا الإذن بدخول واستقبال عدد آخر من المصابين الأشقاء في فلسطين وبذلك الإجمالي حتى الآن نتحدث عن أكثر من مئة مصاب أو مئة وخمسين مصابا عفوا ونتحدث دخل الأراضي المصري ونتحدث عن أكثر من مئة طائرة تم استقبالها بالفعل في منطر العيش الدولي كريمة ببرس مراسل تلفزيون المصرية شكرا جزيلا لك